أعلن الرئيس الوسي فلاديمير بوتين فجر الخميس بدأ عملية عسكرية من دون أن يحدد حجم هذا التدخل وأكد بوتين ليس من بين خططنا احتلال أراضي أوكرانية ولا ننوي فرض أي شيء بالقوة على أحد داعيا الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم وفي خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد وبعد خطابه قال الرئيس الأوكراني إن العالم يجب أن ينشئ تحالفا مناهضا لبوتين من أجل إجبار روسيا على السلام وجاءت تصريحات زيلينيسكي بعد محادثات مع القادة الأمريكيين والبريطانيين والألمان وقال نحن بصدد بناء تحالف مناهضا لبوتين مضيفا على العالم إجبار روسيا على السلام وبعد الإعلان المفاجئ عبر التلفزيون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي قال فيه إنه يريد الدفاع عن الانفصاليين المواليين لروسيا في شرق أوكرانيا سمع دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف حيث أطلقت صفرات الإنذار بحدوث قصف كما سمع دوي انفجارات في كاراماتورسك المدينة الواقعة في شرق البلاد وتعد مقر قيادة للجيش الأوكراني وفي خرقيف ثاني مدينة في البلاد وأوديسا على البحر الأسود كما دوت انفجارات في ليفيف في غرب أوكرانيا وتحدث وزير الخارجيات الأوكراني ديمترو كوليبة بدء غزو واسع من قبل روسيا وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن هذه العملية تهدف إلى تدمير الدولة الأوكرانية والاستلاء على أراضيها بالقوة وفرض احتلال كما أعلنت أوكرانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني وإلغاء الرحلات الجوية من المطارات في المدن الكبرى في جنوب روسيا والقريبة من أوكرانيا لكن الجيش الروسي أكد أنه يستهدف المواقع العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة وهذا ما اعترف به الرئيس الأوكراني على ما يبدو بتأكيده أن روسيا نفذت ضربات ضد بنا تحتية عسكرية وحرس الحدود الأوكرانيين وقد أعلن أنه دمر أنظمة للدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية خارج الخدمة بعد شن موسكو عملية عسكرية في الصباح من جهتها أكدت أوكرانيا أنها أسقطت خمس طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني أنها أسقطت خمس طائرات ومروحية واحدة تابعة للمعتدي كما أعلن حرس الحدود الأوكراني أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروس ومشيرا أيضا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق للنار وأثار قرار الرئيس الروسي على الفور موجة من الإدانات الدولية ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم غير المبرر الذي سيسبب معاناة وخسائر في الأرواح ووعد بأن يحاسب العالم روسيا